مناسبة المية دي تحديداً لأن فيه ألوان كتيرة منها أيوه حلو السؤال ده قوي فلينا بقى دي نفهمها إيه الفرق ما بين مية خضرة ومية حمرة ومية مقطرة لا أحط مية من الحنفية عادي أفضل أفضل مية تحطها اللي نزلة في العربية سواء حمرة أو خضرة وفيه عربيات بتبقى زرق بس الفرق ما بينهم مش حاجات كتيرة فالأفضل أن أنت تلاقي مية أصلي سواء حمرة أو خضرة ويفضل تبقى المية حمرة تحطها مية مقطرة بتعمل إيه؟ بجدد يعني مش الموضوع تابع لونك المفضل؟ لا 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 خالص لا مولوش أي علاقة خالص باللونك المفضل ومش ماتشنج مع المنيكير ولا الحاجات دي خالص بس المية الخضرة أو المية الحمرة مش هتفرق كتير ما بينها بس اللي بيفرق بقى أن أنت ما تحطش مية تكيف مية مقطرة المية العادية دي إطلاقاً ما تحطهاش الفقرة دي مبهرة إيه مية التكيف دي؟ مية التكيف دي اللي هي المية اللي بتنزل تكيف بياخدوها وبيحطوها في الدةير بسبب اتحط في مياي التكيف كنتم قستح؟ لا 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 المية اللي بتنزل بالتكيف بسبب ناس مقتنعة اقتنع كامل أن المية اللي بتنزل بالتكيف هي أحسن حاجة للعربية ودي حاجة غلط تماما في حاجة تانية بقى عايزة وضحها لك المال خضرة أو الحمرة مش أي مية خضرة أو حمرة تحطها لأن في حاجات بتبقى في السوق ملونة مية عادية أو مية تكيف أو مية مؤترة وحطين فيها لون فدي تباوز الريداتير أكتر من المية عادية لأن السبغة دي هتلزأ مع الوقت والسخونة هتلزأ في حاجات فهتسدها نهائي فأنت الأحسن لو هتجيب مية مضروبة يبقى يعني أنت مش واصف تحط حنافية أحسن بدلا ما تدفع فلوس في مية حنافية ملونة بس أنت أجبت النهية الأحسن حاجة أن أنت تجيب من مكان ثقة أنت تشوف مكان ثقة مية خضرة ومية حمرة وتحط منه غير كده ما تدخلش بقى في حتة أن أنت تجيب حاجة مضروبة سأنا مش محتاجة حط مية ملونة للمساحات لا لا أنا قلت لك إحنا بعيد أوه في الفقرة دي بالعكس إحنا قريبين جدا لأن إحنا بنمسل شريحة من المكتب طبعا بس المساحات برضو مهمة لها مية مخصصة مية العادية للمساحات أو المية بالصابون بتعمل مشكلة في المطور بتاع المساحة نفسه المية بالصابون بتعمل مشكلة كبيرة في المطور المساحة لأن الصابون ده هيتراكم مع الوقت دي رغوة بالزبط وهيسد الدنيا والمطور هتلاقيه مرة واحدة فكويس يسأل ده برضو أنت دخلتينها في حتة أنهنا نحفظ على مطور المساحة إحنا عايزين نحفظ على كل حاجة في العربية فعلا ده هيت